فؤاد الحميري الناشط في الثورة الشبابية اليمنية وأحد الشباب الذين التقى بهم اليوم المبعوث الدولي الخاص جمال بن عمر سيد حميري ما الذي جرى بينكم وبين السيد بن عمر بالضبط بداية أعزي الضمير العالمي والإنسانية والأخلاق باستمرار سقوط الضحايا من النساء والأطفال هنا في اليمن على مرآة ومسمع من العالم أجمع كما أهنئ إخواننا في سوريا على صحيان الضمير العربي تجاههم متمنيا أن يكون ذلك بداية لصحيان الضمير تجاهنا أيضا وأن لا يعامل العرب وأن لا يقيم العرب الدم اليمني بتقييم سعر الصرف للريال اليمني لأننا عند ذلك سنظلم كثيرا أما ما دار في اللقاء مع الببعوث الأممي فاللقاء أولا لم يكن لقاء للحديث عن مبادرة خليجية كما لم يكن لقاء للحديث عن قرار دولي أو حديث عن آليات كان لقاء أحببنا من خلاله أن نسمعه أكثر من أن نسمعه هناك أمور كثيرة جدا نحن كشباب للثورة نعتقد أن على العالم ارتزامات أخلاقية وإنسانية تجاه الشعب اليمني تجاه الإنسان اليمني تماما كما هو تجاه الإنسان في العالم وعلى المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة أن تطلع بمسؤولياتها في هذا الاتجاه وعلى هذا الأساس كان اللقاء الحقيقة نحن في اللقاء تحدثنا بشفافية ووضوح وكانت هذه الشفافية والوضوح محل تقدير من الجميع والسيد المبعوث الأممي كان حريصا على هذه الشفافية والوضوح أيضا ولذلك طلب أن يكون اللقاء مغلقا تحدثنا عن التأخر قدوم العالم إلى اليمن وخشيتنا من أن يكون هذا المجيء المتأخر دعوة أيضا جديدة للتأخير وبينا هذا الأمر تحدثنا عن الجرائم التي ترتكب ولا تزال في حق المسالمين وطالبنا بوضوح بتجريم علي صالح وعصابته وبسرعة إحالة ملفه من قبل مجلس الأمن إلى محكمة الجنايات الدولية وتجميد أرصدته وأرصدت عائلته وعصابته وبينا خطورة الحديث عن أي حصانة أو ضمانة في أي مشروع أممي أو قرار لذلك من معنى الخطير هو دعوة علي صالح للاستمرار في عملية القتل والانتقام بحجة أنه في النهاية إن لم يحقق مصالحه سيعود إلى مبادرة أو قرار يضمن له ذلك الأمر على ذكر المبادرات والأمم المتحدة سيد جمال بن عمر قال بأن الأمم المتحدة لا علاقة لها بالمبادرة الخليجية كيف فهمتم مثل هذا الكلام مع أن مجلس الأمن عندما اتخذ قراره الخاص باليمن أشار إلى المبادرة الخليجية وأعرب عن دعمه لها عن دعمه لها عفوا للحديث عن هذا الموضوع أولا أحد أن أذكر بأن شباب الثورة ومنذ أول يوم ومنذ أول صيغة للمبادرة الخليجية رفضوا هذه المبادرة رفضا قاطعا لأسباب من هذه الأسباب أن المبادرة تتعامل مع معارضة ونحن شعب وتتعامل مع أزمة ونحن ثورة ولأن شباب الثورة رفضوا أن يكونوا سبب في إعمال سابقة تاريخية مشؤومة تحصن القتل والمجرمين عبر التاريخ ولذلك رفضنا هذه المبادرة واعتبرناها تعبيرا لا نتفهمه عن مصالح نتفهمها هذا ابتداء ومن ذلك نظرنا إلى ما قاله المبعوث الأممي على أنه تحديد لاعتبار أن القرار الأممي ليس إعادة إلى مربع المبادرة بقدر ما هو نقله إلى مربع جديد يسقط الحصانة والضمانة عن المبادرة ونحن لا ننظر الآن أصلا لا للمبادرة ولا للقرار ولكن ننظر إلى الشعب الذي أعلن ثورته وسيمضي في إنجازها بإذن الله تعالى ونختم فقط بأن نذكر علي صالح بأنه لا مجال له الآن إلا أن يعمل عمل واحد هو أن يسارع في تحلية مياه المجاري وتوسيع أنابيبها لأنه سيحتاج إليها قريبا بإذن الله شكرا لك فؤاد الحميري الناشط في الثورة الشبابية اليمنية كنت معنا من صنع وفي تعز انتشرت المظاهر العسكرية في المدينة أخيرا بشكل جعل سكانه يعيشون أوضاعا استثنائية وتوجد ثقنات عسكرية تابعة للقوات الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في عدد من التلال والأحياء السكنية بينما يتمركز مسلحون من أنصار الثورة في محيط ساحة الحرية ويتنقلون في بعض الشوارع والأحياء ورسلنا حمدي البكاري يستعرض الخارطة العسكرية في تعز ومآلات المواجهات في نهاية سلسلة تقارير ميدانية عن مدينة